ما أضعفك أيها الإنسان وما أشد المخاطر التي تحيط بك وما أحوجك إلى ولي يتولى أمرك وهو الله الولي فالولي هو المتولي للأمر والقائم به وهو مالك التدبير ولهذا يقال للقيم على اليتيم ولي اليتيم والله الولي هو الذي يتولى عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه وهو نصيرهم وظهيرهم وهو الذي يتولى إرشادهم كما يتولى ذلك من الصبي وليه وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم وهو المأمول منه النصر والمعونة لأنه هو الملك ولا مفزع للمملوك إلا مالكه وولاية الله للعبد قسمان عامة وخاصة فالعامة هي الولاية بالتدبير والتصريف والرزق وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع المخلوقات والخاصة أن يتولى الله عبده بعنايته وتوفيقه وهدايته وهذه خاصة بالمؤمنين ومن تولاه الله كفاه قال تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي وحسبكم بالله وليا يلي أموركم بالحياطة لكم والحراسة من أن يستفزكم أعداءكم عن دينكم أو يصدوكم عن اتباع نبيكم فمن آمن بأن الله هو الولي تعلق قلبه بالله وحده وأحبه من كل قلبه وكيف لا يحب من يتولى أمره ويرشده إلى ما ينفعه ويحميه مما يضره ومن أحب ربه الولي أحب أولياءه وكره أعداءه قال تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن علم أن الله هو وليه ومعينه استعان به وحده في كل الأحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ومن علم أن الله هو نصيره وظهيره سأله أن ينصره على أعداء الدين فالنصر من عند الله وحده قال تعالى ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن أراد أن يتولاه الله فليكن هو وليا لله بفعل قاعته وترك معصيته فالولي هو المؤمن التقي قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون